السلام عليكم اهلا ومرحبا بكم عندي واليوم قراءة لعزيزي برج الحود الشمسي والقمري والطالع لشهر جوان او يونيو او حزيران ولا تنسوا انها قراءات عامة ومعامة قد تنطبق على البعض منكم جزئيا او كليا وقد لا تنطبق على البعض الاخر لذلك لا تنسوا استشارات برجكم الشمسي والقمري والطالع غادي نشوف القراءة وغادي نشوف ما هي ناصحات الملائكة وكانت من لكم حظ سعيد حظ سعيد حظ سعيد يرضي الحبيب ولا اتمنى لكم حظ سعيد فقط في هذه القراءة بل في حياتكم يا رب اتمنى لكم حظ سعيد لنبدأ بسم الله هذه غادي نخلوها مدامت تريد ان تتكلم الكارت فلنتركها خلوها هنا اياه عزيزي برج الحوت في هذا الشهر انا ارا كثرة الرزق المادي ستتلقى مبلغ معين من المال لكن خارج الراتب الشهري اذا كنت يعني كتشتغل اذا كنت تعمل وخا يعني مال اضافي هذا المال هو عضاء ورزق مادي سماوي وخا ربما انت بسبب الدعاء وكنت تنتظر هذا المال وسيصلك ان شاء الله قريبا في هذا الشهر وخا بنواصل هادي احتها هي تريد ان تتكلم فتعالي معي الجمعية هادي كذلك تريد ان تتكلم نعم ثقة نارية كنشوف هنا يا ثقة نارية البعض منكم اا يحاول فقدان الوزن بعد شهر رمضان البعض منكم يعني اا تخلى عن الحلويات والنشويات والمعجنات بغض الضعاف ومزيان مزيان اذا لمارا ما هي تقض المرتبطين فهادي بغض تهضر عزيزتي بالنسبة للمرتبطين انا ارى انك احيانا تشك في الحبيب تشك في الحبيب لانه لا يتكلم عن الزواج وعن الاستقرار نعم وهذا ليس لانه لا يحبك بل فقط عدم الثقة هو يراك انت بحل انسان مقدس يراك انت انسان يعني في الاعلى يعني في العرش نعم يراك كالنجمة يعني عالية وهو يعني يرا نفسه يعني بحليلة انت جالسة في العرش هو قدام رجلك همتوني يعني هو يحس بعدم الثقة ويحس انه لا يمكنه اعطاؤك ما تستحقه اذا اسباب عدم تكلم الحبيب عن الزواج والاستقرار هي فقط يعني اسباب مادية وخا وليست عدم الحب وهذه الاشياء التي تفكر فيها انت وخا يعني البعض منكم انا مازلت مع المرتبطين البعض منكم بنسبة للمرتبطين لديكم لديكم علاقة اا في السر يعني تعيشون يعني علاقة في السر ببما هناك يعني احدكم يعني مرتبط او متزوج لكن البعض منكم بالنسبة للمرتبطين مازلتم مع المرتبطين عندكم اا علاقة في السر وانا اتكلم مع الرجال والنساء دائما ما تنسوج وانا قراءاتي معامة ما كانت تكلم على النساء والرجال والمتزوجين والكل وخا لنواصل نحن مازلنا مع المرتبطين قلنا ان المرتبطين البعض منكم هناك شك لان الحبيب لا يتكلم عن الزواج والاستقرار لكن هي فقط عدم اثيقة وبعض الاخر منكم بالنسبة لمجموعات مرتبطين تعيشون علاقة في السر وانتة تحتاجو لان يعني لان لوضحها لك يعني مصدر هذا العلاقة يعني عييت عييت انتية وماذا سيفعل بالطرف الاخر اخا والطاقة بالنسبة هي طاقة ترابية ونارية. وخب بالنسبة للمرتبطين. طاقة طرابية ونارية. وخب بالنسبة للمرتبطين. والان سنرى ما هي طاقة العزاب. ماذا يحدث مع العزاب? و بالنسبة للعزاب. انا يعني انا بالنسبة لي العزب يعني كل من ليس لديه علاقة يعني كان المطلقون والأرامل كذلك يعني ينتمون لمجموعات العزب بالنسبة لي وخا يعني بالنسبة لي العزب هم من ليست لديهم علاقة كان مطلقون أو أرامل كانوا أرامل أو كان يعني ما تزوجش في حياتهم فهمتوني اياك وخا إذا لنرى ماذا يحدث مع العزب ماذا يحدث مع العزب عزيزي العازب كنت مطلقا أو كنت أرملة أو عازبة أو عازبة أنا أتكلم مع الرجل والنساء من جديد كنشوف أن إنسان من الماضي سيعود شخص من الماضي يعني ما كانش على بالك أبدا لم يخطر على بالك أبدا أنه سيظهر في حياتك هذا الإنسان وخا ويريده يعني بداية معك يريده بداية معك البعض منكم ربما سيرفضون هذا الإنسان سيرفضون لكن هذا الإنسان قد يكون زوج يعني زوج بالنسبة للمطلقين ربما هو زوجك يعني زوجك نعم كان زوجك الآن لا هذا الإنسان سيعود ويعني ويريده بداية معك والآخرون يعني هو شخص من الماضي كتعرفه وإن لم تكن يعني تجمعكم يعني ما كان عندك حتى شي حاجة مع هذا الإنسان لكن كتعرفه من الماضي ولم تجمعكم أي علاقة ويريده الآن بداية معك وهو معجب بزاف معجب معجب ومهتم بك بزاف بزاف نعم ويريده بداية معك لكن أرى أنه يعني أنتم ربما سترفضون هذا الإنسان هذا الشخص لكن هو معجب بزاف بزاف بكم معجب بزاف لكن أنت سترفض هذا الإنسان سترفض هذا الإنسان لا أدري لماذا لكن أنت يعني أراك يعني طاقتك هي الكبرية ولا تريد حتى رؤية هذا الإنسان مهم شرحه لاني يجب أن أتابع القراءة وخا لكن هذا الإنسان يريد أن يهب لك حب وأنت لا تريد حتى رؤيته حتى وإن كانت معه يعني بالنسبة للمطلقين إذا كان زوجك من الماضي يعني لا تريد حتى رؤيته لكن بالنسبة للعزب هو فقط شخص يعني كتعرفوه لكن هو مهتم بزاف ومعجب بك وكذلك لا تريدون يعني لا تريدون مهم شرحوا لانتما في التعليقات ماذا يحدث لأني لا أفهم لا أفهم لكن هذا ما يقوله أبطرت هذا الإنسان معجب يعود من البعض لكن أنت عزيزتي يعني كبرياءك يعني طاقتك هي الكبرياء ولا تريدنا هذا الشخص لا تريدنا هذا الشخص مهم والآن لنرى ما هي طاقة المنفصلين ماذا يحدث مع المنفصلين بالنسبة للمنفصلين عزيزتي أنت تطلب العدالة تطلب العدالة يعني أنت طاقتك هي التعب والإرهاق لدرجة يعني ما كتقدرش حتى تتنفس لا يمكنك حتى التنفس وأن تدعو الله يعني العدالة تدعو الله يعني أن تحدث معجزة يعني هناك ظلم نعم هناك ظلم وأرى يعني حزم وبكاء يعني كي تصد الباب عليك وكي تبكي في الليل لوحدك لكي لا يراك أحد نعم وتعاني في صمت حبيبي أو حبيبتي تعاني بزاف في الصمت أتذكر أنه لم نسيت ما قلت الطاقة ديال العزاب بالنسبة للعزاب هي طاقة مائية وهوائية وخا طاقة مائية وهوائية بالنسبة للعزاب مائية وهوائية مائية عقرب حوت مثلك أو سرطة وهوائية دلو ميزان وجوزاء وخا هذا بالنسبة للعزاب لنواصل قلنا أن طاقتك بالنسبة نحن دبا مع المنفصل طاقتك هي الحزن كي تبكي بزاف يعني عيت بزاف عيت عيتي وتعاني في الصمت تعاني في الصمت وتخفي المشاعر ولا تخبر أحد بهذه المشاعر لا تخبر أحدا يعني كتخفيها غير الرزق نعم هذا يعني هذا الحزن الكابير وهذا الألم الذي كتحس به عزيزي برج الحود جعلك تفكر يعني تفكر بتغيير هذه الوضعية المؤلمة نعم وعيتي من هذا الانتظار الطويل عيتي عيتي وتطلب يعني هذه العدالة السماوية وهذه أنت يعني الحكمة بدأت تتصرف بحكمة وقد تفكر في نفسك قليلا لأنك يعني أنت مظلوم ومع ذلك ما زلت تفكر في هذا الإنسان يعني سبا نغمال هذا غير عادي يعني هذا الإنسان ظلمك بزاف نعم أنت تصرفت مع هذا الحبيب بإلحاح وإصرار يعني لم تستسلم كتحبه بزاف ولم تستسلم لكن لم ترى أي نتائج لم ترى أي نتائج يعني إيجابية فقط رأيت تجاهل وهروب وظلم نعم أنت عيشت ظلم وهذا التفكير في هذا الحبيب ليلة نهار ترى أنه يعني يسرق من طاقتك يعني كيفاش نقوله يعني نزف 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 مهم ما تديروش عليا وما تضحكوش عليا يعني استنزاف نعم استنزاف الطاقة استنزاف الطاقة يعني بقيت بلا طاقة يعني ما تقدرش حتى تنفس لسبب هذا الآلم الآن بدأت أنت تركز تركز يعني أنت تتصرفت بحل مجنون أنت يعني هادي كارت يعني الكفاح من أجل هذا الحبيب والإصرار والإصرار وهذا كارت المجنون يعني البراءة ديالك تجعلكها تتصرف يعني كتبع غير قلبك نعم ودابا الأمبراطور تريد أن تتحكم في هذه الوضعية يعني كارت الأمبراطور تريد أن تكون أنت أمبراطور حياتك يعني أنت من يسيطر على حياتك وليس هذا الآلم وهذه المشاعر التي يعني ما كانت الدكحة لشي بلا صار فقط للبكاء والحزن واخا أنا كنتأثر بزاف لأني أحس بمعاناتكم وكنتأثر معكم بزاف واخا إذا لنرى الآن ماذا ستفعل عزيزي بداية جديدة أنت الآن ستتحرك لكن بطريقة أخرى بداية جديدة ما زلت تحبه ما زلت تحبه ولم تفقد الأمل هو هو كذلك يحبك لكن هو يعني طاقته هو العاشق الأناني نعم دعا نشرح لكم أنت طاقتك الآن هي التغيير ماذا يعني ذلك؟ يعني الاختفاء أنت الاختفاء والعزلة هذا يعني ستتحرك هذا يعني ستتصرف بطريقة أخرى لماذا؟ لتدافع عن نفسي نعم هذا كرت الشيطان تقول الحركة لكن حركة مختلفة نعم حركة مختلفة لصالحك نعم أنت تغير طاقتك وتفكر في نفسك قليلا وأخا تفكر في نفسك يعني بدأت تحب نفسك قليلا وماذا سيحدث مع هذا الحبيب؟ ماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث هذا الحبيب؟ سيعني هو سيبحث عنك لترفع معنوياته لأن اختفاءك وابتعادك يعني كي ينزل المعنويات دياله يعني هذه أنانية الحاشق من جديد نعم؟ لماذا؟ لأنه هو دائما واثق أنك هناك دائما هو دائما هناك ويفعل ما يشاء يمشي ويذهب ويعود لأنه يعرف أنك دائما تنتظره مثل كما أقول دائما مثل ماء البئر يعني هو عندما يعتش عندما يعتش يذهب للبئر يحمل الماء وكيشرب والآن أنت صرت مثل النهر يعني مع النهر التي تسافر ولا تبقى ولا تستقر في مكان آخر نعم وهذا سيجعله هو يعني نعم شوفوا لله سبحان الله العظيم يعني أنا أقشعر يعني شوفوا ش غادي يدير الحركة غادي يجيب حالحمق العربة يعني سيتكلم سيأتي يعني هناك تواصل أكيد لماذا؟ لأنه يتألم ذكرت المشاعر المشاعر والمعنوية دياله لأنك لست هناك ماذا سيفعل؟ العربة سيتصل بك كانت قراءة جميلة جميلة وقوية بالنسبة لطاقات المنفصلين هي طاقة مائية مائية وكذلك وكذلك هوائية مائية وهوائية نعم مائية وهوائية وكذلك نارية مائية هوائية ونارية لكن المهيمية المهيمة هي المائية والهوائية وخاف كانت قراءة جميلة كانت قراءة جميلة وقوية بزف أتمنى أن تساعدكم أتمنى أن تساعدكم القراءات قراءة طارد لا تعطيكم الحلول ولا تقول لكم كيف يجب أن تعيشوا لكن تعطي لكم إشارات وعلامات لكي تساعدكم في هذه الحياة خاصة الحياة العاطفية السمرة ما هي الناصحة السماوية وملائقات الحب تقول أنت لديك القدرة أنت لديك القدرة استعمل قدرتك لإيجاد حلول لهذه الوضعية يمكنك فعل ذلك وخا وهذه تقول تعطي فرصة لهذه العلاقة يعني امنحي له وقت امنحي للحبيب وقت امنحي لحبيبك وقت امنحي لحبيبك وقت وخا أنت تستحق الحب تستحق الحب أنت تستحق بأن يحبك يعني ما رأيناه في القراءة يعني تقدر نفسك أنت مدم الآخر لا يقدرك فقدر أنت نفسك فأكيد أنه سيغير يعني عقليته سيبدأ في تقديرك وخا كنتمنى لي كنتمنى يربي تستفدوا من هذه القراءة أو تساعدكم ولو قليلا وكنتمنى لكم الخير يا رب كنتمنى الله يحميكم الله يخليكم لي كنحبكم بزاف كنحبكم بزاف شكرا على تعليقات دياركم حتى أنتم ما ترفعون من معنوياتي من خلال كلامكم الجميل واللطيف كنحبكم بزاف أنا أعرف أن كلامكم كذلك صادق وكذلك أنا مشاعري صادقتي جهكم كان بغيك